انا كنت كنت اخشى انه تكون المبادرة نسخة من مبادرة ثمانتاش كتوبر. اه لانه طبعا رسادة العيشي هو هو الرمز موضوع ثمانتاش كتوبر بكل تفاصيل من ضرب الجوع ثم تحول تحول المسار سياسي من بعد. عليش انا بالعكس انا مراهيش اه كيف ثمانتاش كتوبر. ثمانتاش علي انه يصير جبهة متى احزاب تلتقي حول مجموعة من الاراء وخاصة كانت النقطة الرئيسية هي انه الاسلاميين واليسار الاخر اللي كان عنده مشكلة مع الاسلاميين يثقوا في بعضهم. والاكثر اليسار يثق في الاسلاميين. اخي شنوه صار? صارت نوعا ما الاسلاميين اعطيه اقراوه اش تحبه? المساوات شنوه تحبه? كده? اه يا سيدين صح اولهم كل. لا. بعد جيت الثورة كل واحد مش على اروه. هيدا لي. اي انا في نقطة المراجعات بالذات. هاني جاي المساوات المراجعات. دونك الهنيش عندك انتي الهني عندك بالعكس. عندك انا بالعكس انا يظهر لي اكثر مناسبة للسياق. عليش? عليش مش لحزاب انا في رأيي متنجمش هي. مش بتكونش شزء. بالعكس متنجمك انا ما نجمش نبنيو ديمقراطية وعمل الشيء في المحاردة بدون حزاب. لكن متنجمش هي اللي تبادر وتعمل ديناميك. في رأيي. اولا ساعة. وتو نحكيه وبعد عبارو متر العربي. الحزاب تهريت را. ومش قايس عيد اخده قرار قال لي بش نقطة الحزاب. لا 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 لا. فما مسار تراكمي ادى الان الحزاب تهريت. ما حادش عندها نفس. يلزمها. يلزمها هي بيدها. فما حاجة فيها الديناميكية ذاتية. ونفس مقبولية يلزمها ديناميكية ذاتية. وفما لازم تدزها. لان احنا يلزمك تعمل دزا. ما عارش تاوى شوية مزوت وتستيرا والدزا. ما هيش هي قادرة واحدة. واذاك عليش كتجيب وجوه مش معناتها لانهم مش حزبيين وما ضد الحزاب لا. انش بكون علاقات عندهم صديقة مع الحزاب. يخليهم ينجم ويخخوا ديناميك. من غير ما يصير كل اللقاءات المعتادة التقريدية امتعي بش نحلو في بعضنا ورولي ونعطيه في بعضنا في الحسن. هذك ينجمي سهل يعني. انكتالي زور يعني. ولهن هذك عليش هنا مسألة في مراجعة في رأييي. الحزاب عندها بلوكاج داخل اللي بخليه في ذول اللي حزب الوحيد حسب نتذكر اه عمل مراجعة بشكل مؤسساتي. فيه تاري ذهور لي مؤتمرة ومجلس وطني الطيار الديمقراطي. الطيار الديمقراطي هذي هو حركة النهضة. وشنه? قالوا اغزار الوقت رئيس الحركة في فترة من فترات وقيادة نغرة. قالوا الخطأ الرئيسي اللي قمنا به هو انه صوتنا القيس سعيد. اذي المراجعة. ما أنت توا يا رسول الله يعني بقى عشرة ولا حدش نسنين معنا تبزا. اذا هو ما أنت تبقى كهو طاحت كيف فعلا ظلوا ومفمها هذه كهي الحكاية. دونك انا في رأيي يفهم بلوكاج داخلي النهضة في إطار التوازنات الداخلية. حتى بشعم المؤتمر عندهم عركة. فبقى بالك بشي توافقوا على شنو بشي تصير مراجعة. أنا يظهر لي مهم جدا ويقع اقتراح مراجعة. هاو. الأطور العامة بتاعها. شنو المشاكل العامة اللي صارت. جزء من الناس اللي بش تكون موجودة في هالعمال لذات نجم بتكون هي بيتها كانت موجودة في السلطة. بعضها ما عنده حتى علاقة بالسلطة. لكنه هو اقتراح مراجعة لنجم مباعد. الناس صدقت ما صدقتش مش مهم. أنا في رأي. ما هو مهم هو خلق ديناميكية في البلاد دي. لأنه البلاد دي. إذا كان خليه هو اللي هذي حيوخر تاري ويقول أسمع أحسن وضعية هيك الوضعية متاع الطهورية. متاع أنا أسمعها كلها. أنا ضد دم كل. وأنت ضر وكذين. موقف هنا نحترمه يكون مبني على نواية جيدة وتستيرام تحليل معين. أما زادة في النهاية لا يساهم في إعادة الديناميكية الديموقراطية في البلاد اللي تحتاجوها لأسباب اقتصادية واجتماعية قبل كل شيء.